اوسع من نطاق السينما ليس مجرد مشهد يوثق بعين الكاميرا انما هي حقيقة يغرق العراق فيها مبعد 2003 بظاهرة السلاح المنفلت تصنيف السلاح المنفلت الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء جاء في دوائر محاربة الدولة للظاهرة التي تنسف فرص الاستثمار والاستقرار الكاظمي ركز في اخر عملية لضبط السلاح المنفلت على انواع الاخير فمنه الجماعات الخارجة عن سيطرة الدولة وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات والارهاب المتمثل بداعش وغيره وخطف وقتل وترهيب وبين ما يساق فعله لاجل تحقيق اجندات خارجية ونفوذ وجوه تحقق مائربة شخصية يجدد العالم تحذيره لما تصنعه افعال السلاح وهما تؤكده دوما منظمات حقوق الانسان والعفو الدولية والامم المتحدة تحذير في غاية الخطورة عندما يصل الامر الى تحدي صارخ في وجه الحكومة والضرب بالقانون عرض الحائط عشرات من الجرائم التي يعنونها السلاح المنفلت جعلت البيت العراقي امام فقدان الامل المشهود لحقن الدم وحفظ الامن واعلاء كلمة القانون اما المخاوف الاكثر شيوعا ان تخرج نتائج مواجهة الظاهرة بخسارة ارواح جديدة فيما ترى اوساط سياسية ضرورة ان تضرب الحكومة بيد من حديد بعد ان اصبح السلاح المنفلت يتسيد ليل العراقي ونهاره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة